المسألة الأولى في الحلول قال الحرص على تربية النفس بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم السيرة والقرآن ذا ما نحن بنقول على السلفية يعني على الكتاب والسنة بفهم السلف على الكتاب والسنة بفهم السلف فأول ما نبدأ به التعريف على الكتاب فيبقى عيب علينا الكتاب البنبدأ به نكون من الهاجرين له تلاوة وحفظا وتدبرا واستشفاء به ودعوة إليه وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نحن الآن بنخش في الشوارع بنضطر نمرق من بيوتنا نمشي الشوارع بتلاقين فتن زي ما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى فتن شهوات وفتن شبهات والإنسان بجيو خواطر ويلعب به الشيطان إن لم يعصمه الله سبحانه وتعالى لكن شفت الراحة في كتاب الله الراحة في هذا الكتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وقال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال سبحانه ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى هذا الكتاب العظيم وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث وإن تلاحظ الكلام دا لما واحد من الأخوان يبدأ كلامه مرات القبارة في البداية إما يقول لك قال تعالى الكلام طوالي شنو خذش لك في قلبك الله نزل أحسن الحديث وأحسن على صيغة أفعل ما في أحسن منه أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخره يا حتى الكافر وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع شنو ما قال حتى يسمع فلان أسلوبه طيب وفلان بليغ وفلان كذا حتى يسمع كلام الله دا للكافر بل الجن الجن مش عالم عجيب تكون قاعد كان في جن ظهر لك بلقبت لك البيت شدت بطرحل أقول البيت دا مسكون في ناس جنبنا بعدين البيت كاشا هتلاهما ولا شنون مهم في جن كذلك باتلونا الشغلة راحلوا قلت لهم جيبوني شهر بس يا الشي دا مش عديل يا نتلويت بس لأكين أصلوا ما بدي اتفك بس شهر أنا بقعد لكم في البيت يا أخ ما أقول يا أخ ما تقرأت الكرسي وأقرأ سورة البقرة وإلى آخره يا أخا الجن دا موج عجيب الجن العجيب دا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبة يعني لما شي عجيب يقول لك الشي دا عجيب معناها الشي دا شنو عجيب مرة واحدة عجيب تربية دا إذا صاح التعبير فأعظم كلام كلام الله تعالى ما في كتاب بتلقى الحرف في عشر حسنات ما في إلا القرآن وما في كتاب بتقرأ القصص بتاعته غير النصوص تقرأ القصة الليلة بكرة تقرأها بعد بكرة بعد بكرة طوالي شنو بتمل لكن قرأ القرآن دا سورة يوسف قصة بكرة تاني تقرأ كأنك أول مرة تقرأ تاني تايب بعد بكرة تقرأ كأنك أول مرة شنو تقرأ وتكون حافظة فلذلك الناس تلازم القرآن القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه ترجمة نانسي قنقر